تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز أو إقصاء وتخضع لقيادة السلطة المدنية وتدافع عن العراق ولا تكون أداة لقمع الشعب العراقي هذه هي المادة الدستورية التاسعة أولا ألف التي لم تعمل بها الأجهزة المعنية بل عملت على ترسيخ الطائفية في قوائم قبولات الكلية العسكرية التي تضمنت حقلا يعنى بمذهب الطالب المقبول الوفائق المسربة لم تكشف عن غياب التوازن فحسب بل لم تكن قضية عدم قبول جميع المتقدمين من محافظة الأنبار قضيتها الأبرز بل كشفت عن مشكلة أكبر وأعمق فالمعايير التي تعتمدها الجهات السياسية لقبول الطالبة في الكلية العسكرية اعتمدت التمثيل السياسي والترشيح الحزبي وليس النسبة السكانية أو حصة كل محافظة على أقل تقدير أما الدستور العراقي الذي لم تذكر قضية المكونات فيه إلا في الفقرة المعنية بالقوات المسلحة فقد ذكرها هنا لحساسية القضية المعنية بتحقيق الأمن والسلم المجتمعي فيما تسعى أطراف سياسية على ما يبدو إلى الترسيخ لمبدأ التفرقة الطائفية وبقوة السلاح منضبطاً كان أو غير منضبطاً لا سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار تسريب هذا النوع من الوثائق في هذا التوقيت تهديداً من الصراع الحاصل بين الدولة واللا دولة ترجمة نانسي قنقر